أخيرا عرفنا سبب ناكة تامر عشور وهي مراته أو زوجته السبقة اللي انفصل عنها بعد جواز دام ست سنين واللي اعترف أخيرا أنه تعيس وقرر الانفصال اقص التامر عشور مع مراته سمر يطرى له انفصل تامر دلوقتي هل كانت السبب في أغاني الناكة ده اللي بيعملها؟ مش هتصدق إزاي تخلت عنه كل ده وأكتر هتعرفه معايا في الفيديو ده المطرب تامر عشور اللي ليجو مهور كبير بيحبه وبيحب أغانيه اللي بتأثر فيهم وبتوصلهم للعياض ينفصل عن مراته سمر أبو شقة وده بعد جواز استمر ست سنين واللي كان ليه سنين وهو منفصل عنها لكن بشكل غير سني ومش قادر ياخد الخطوة دي ويتحرر تامر صرح أكتر من مرة من خلال لقاءاته الصحفية إنه تعيس في حياته الزوجية مع مراته وده اللي مخلي تامر مش بيغني غير أغاني كلها حزن ونكد تامر اللي كان بيحكي في أغانيه عن الوداع والتخلي والبعد أكد لينا إن جرعات النكد اللي بناخدها منه في أغانيه الحزينة هي عبارة عن حياته اللي عيشها مع مراته سمر أبو شقة ووفقاً لمصادر مقربة من تامر فهو حاول على مدار سنين إنه يوصل لنقطة التواصل مع مراته وده بسبب بنته الصغيرة اللي مش عايز يسيبها ولكنها كانت بترفض وأي محاولات للصلح كان مصرها إنها بتقرر تخلي عنه جواز تامر وصمر كان سنة 2017 حضر حفل الزفاف عدد كبير جداً من نجوم الغناء منهم محمد حمائي رامي جمال واستمر الجواز بينهم حوالي 6 سنين الغريب في الموضوع إن الكثير كانوا على يقين بانفصل تامر عشور عن مراته سمر وده من سنة 2019 تامر حاول بعدها إنه يبدأ حياة جديدة وبالفعل خطب ملكة جمال السياحة والثقافة دارين حلمي لكنه ما قدرش يكمل في الوقت اللي مش قادر فيه نفصل عن مراته الأولى بشكل رسمي وده بسبب بنته الصغيرة واللي مش عايزها تطلع في الخلافات لكن خلافاته مع سمر كترت ووصلت لغاية المحاكم وده خلاه يفضل في حالة النكت ويفسق خطبته تامر عشور بنته هي كل حاجة في حياته واللي سماها أيام علشان كده هي جات في وقت طرح ألبومه واللي بيحمل نفس الاسم الغريب بقى إنها نفس السنة اللي أعلن فيها عن خطبته من دارين حلمي ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لسنة 2019 علشان يأكد إنه ما قدرش يكمل في الانفصل عن أمها ويقرر يفسخ الخطوبة على أمل إنه يرجع لمراته لكن الغريبة إنه سمر قررت اتخلي عنه تاني وبعد ما ظهره مع بعض من جديد قررت إنها لازم تنفصل عنه ومش بشكل ودي لا في المحاكم وبعد سنين من الخلافات ما كانش قدامهم حل غير الانفصال بشكل رسمي تامر لسه لغاية دلوقتي بيدور على الحب لكنه ما لقاش الحب الحقيقي اللي بيدور عليه وكل ده علشان ما كانش قادر ينفصل عن سمر بشكل رسمي وده بسبب بنته وقعد السنين دي كلها بيعاني في نكد بسببها لكن دلوقتي اتحرر أخيرا هل ده معناه إنه خلاص بقى يسيب النكد اللي اشتهر بي ولا هو عيقونة النكد وما يقدرش يبعد عنه شاركوني برأيكم في التعليقات